دلوقتي موجز الأهم وآخر الأنباء مع منا تفضل يا بني شكراً لكيب فاسانت التاسعة صباحاً بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصرية أهلاً بكم تلقى الرئيس عبدالفتح سيسي اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وآشاد الرئيس سيسي خلال الاتصال بالتطور الملحوظ والطفرة النوعية في العلاقات التنائية بين مصر وبريطانيا في كافة المجالات مؤكداً تطلع مصر لتعظيم التعاون المثمر خلال الفترة المقبلة وتعزيز التنسيق السياسي وتبادل وجهة النظر في ظل التحديات المشتركة التي تواجه البلدين كما أعرب الرئيس سيسي عن التطلع لمزيد من انخراط بريطانيا عبر أليات مؤسساتها التنموية المختلفة في أولويات خطط التنمية المصرية بمختلف المجالات والعمل على مضاعفة حجم الاستثمارات البريطانية في مصر من جانبه ثمن رئيس الوزراء البريطاني الروابط الوثيقة بين مصر وبريطانيا والزخمة الملموسة الذي تشهده العلاقات بين البلدين لسيما على صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية مؤكدا أن مصر تعد أحد أهم شركاء بريطانيا بالشرق الأوسط وأفريقيا أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أولوية ملف التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا معربا عن التطلع لتعميق وتطوير أفق التعاون المشترك جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لوزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برينو لومير وذلك بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء وصرح متحدث الرئاسة بأن الرئيس السيسي طلب نقل تحياته إلى الرئيس الفرنسي إيمانوال مكرون مؤكدا أولوية ملف التعاون الاقتصادي بين مصر وفرنسا في ضوء زيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر خلال المشروعات القومية العملاقة من جانبه أكد وزير الاقتصاد والمالية الفرنسي برينو لومير حرص بلاده على تعظيم التعاون مع الحكومة المصرية في مختلف المجالات التي من شأنها أن تصب في صالح العملية التنموية الجارية في مصر جدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الإشارة إلى التوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي بأهمية استمرار جهود كافة أجهزة الدولة المعنية وذلك بما يضمن توافر السلع للمواطنين على مدار الفترة المقبلة جاء ذلك خلال ترأس مدبولي الاجتماع الثالث للجنة مواجهة تأثير الأزمة العالمية على السلع الاستراتيجية وذلك بحضور عدد من الوزراء والمسؤولين كما أكد رئيس الوزراء أهمية استمرار حملات الرقابة على الأسواق وتكثيفها تحقيقا لانضباطها ومنعا لأي ممارسات احتكارية أو محاولات لإخفاء وتغزين السلع وخلال الاجتماع تمت الإشارة إلى استقرار أسعار أغلب المنتجات والسلع الغذائية بمختلف أنواعها فضلا عن توافر أرصدة آمنة ومطمئنة من السلع حث الرئيس الأوكراني فولاديمير زيلنسكي الدول الغربية على تجديد العقوبات سريعا ضد روسيا بما يشمل حضر النفط وقال زيلنسكي في كلمته للشعب الأوكراني إن الغرب أساء التقدير في العام الماضي بتأخره في العقوبات وهو ما أعقبه الهجوم الروسي مشيرا إلى أن العقوبات يجب أن تكون فعالة وجادة بالنظر إلى أفعال روسيا حتى الآن أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه لن يتراجع عن إشارته إلى وجوب مغادرة الرئيس الروسي فولاديمير بوتين للسلطة وشدد بايدن على أن تصريحه بشأن بوتين كان مبنيا على شعور شخصي بالغضب للسياسة في الوقت نفسه قال بايدن أن بلاده سترد إذا استخدم بوتين أسلحة كيمائية في أوكرانيا مشيرا إلى أن أي لقاء مع بوتين يعتمد على ما يريد التحدث بشأنه وختاما يحل المنتخب الوطني اليوم ضيفا على نظره السنغالي في إياب المرحلة الحاسمة المؤهلة لكأس العالم 2022 ويدخل منتخب الفراعين اللقاء بأفضلية الفوز في مباراة الذهاب بالقاهرة بهدف نظيف ليصبح المنتخب الوطني مطالبا بتحقيق إما الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو حتى الخسارة بفارق هدف مع هزي شباك أسود التيرانجا وذلك من أجل ضمان التأهل إلى المونديال للمرة الثانية على التوالي لأول مرة في تاريخ المنتخب الوطني نهاية مجز التساع نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل